اهلا وسهلا بكم اخواتي في قناتي جزائرية في امريكا نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة وليوم نقدم لكم وصفة جديدة الوصفة هي وصفة خبز الصندويتش او البرجر وهي وصفة سهلة وبسيطة مكوناتها متوفرة في كل بيت نتمنى انك تجرب بها وتعجبك ملعقة سكر ملعقة خميرة ملعقة خل وربع كاس زيت وشوية ملح اولا ناخذ الحليب يكون دافي نزيد عليه مرفة الخميرة ونزيد مرفة السكر مخلط جيدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا بعدما خلطنا جيدا المكونات ناخذ ربع كاس زيت ونضيف له ملعقة تعالخل نكمل نخلط ملاح ونبعد نزيد له الفاينة شوية شوية. هنا بعد ما اضرت الكاس اللي اولت على الفارينة نزيد عليه شوية مرح. نكمل نخلط. اما بالنسبة للكاس الثاني نضيفه تدريجيا حتى نتحصل على عجينة رطبة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. ونبدأ نعجن فيها لمدة عشر دقائق. اشتركوا في القناة. بعد ناخد اناء ندهن بشوية زيت ندير فيه العجينة نعطيها ببلاستيك غذائي نخليها تخمر وتضاعف حجمها مدة ساعة او اكثر. اشتركوا في القناة. نتاعي ناخدها ونديرها فوق سطح العمل ثم ندلكها شوية. اشتركوا في القناة. 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 هنا بعد ما خمرت الخبيزات نكون وجد صفار بيض شوية حليب او شوية قهوة وندهن الخبيزات بالخليط. من بعد نزينها بحبة السمسيم او الحبة السوداء. وفي نفس الوقت اخواتي لازم تشعلي الفرن تاعك لمدة خمسة دقائق باش يسخن على ميتين درجة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. خبز الصندويتش. متمنى اخواتي ان وصفة اليوم عجباتكم وتجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. المزيد من الوصفات شاركوا في قناتي جزائرية في امريكا ليصلكم الجديد واضغطوا على زر الاشتراك وشكرا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة